إذن نيجيريا التي توقع أن يبلغ عدد سكانها في العام 2100 العدد الأكبر على مستوى العالم بعد الهند أي أن تتولى أو تستحوذ على المرتبة الثانية من حيث عدد السكان في العام 2100 النيجيريا على موعد حالي مع انتخابات لكنها أيضا تواجه مجموعة من الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية نتحدث طبعا على أن جاري حاليا انتخاب رئيس من بين 18 مرشحا ما لهم حق التصويت ربما بيصل عددهم إلى 97 مليون ناخب تقريبا لكن عادة ما نشهد في الانتخابات النيجيرية نوع من أنواع الإحجام عن الإدلاء بالأصوات نتحدث على في العام 2019 شهادنا نسبة المشاركة عند 33% لكن ماذا على طاولة الرئيس الجديد بعدما تخلى الرئيس الحالي الذي تولى فترة رئاساته لولايتين متتاليتين نتحدث طبعا على ملف عدام الأمن وكذلك ضعف النمو الاقتصاد النيجيري في منتصف العام 2020 بالتزاون مع جائحة كورونا انكمش وللمرة الأولى منذ تقريبا أربع سنوات لكنه عادة من جديد في المربع الأغدر محقق نموه في الفترة الأخيرة طبعا سيتم استعراضها بعد قليل أيضا لدينا ملف التضخم نتحدث على متوسط معدل التضخم عند 20 أو أعلى من 20% تقريبا بتخطى حاليا الـ 21% وأيضا لدينا نسبة كبيرة من السكان 63% تقريبا إجمالي عدد السكان نتحدث على 216 يعني تقريبا 133 مليون فرد في نيجيريا يعيشون في فقر ونسبة البطالة هي مرتفعة عند 33% ولدينا أيضا مشاكل تخص الشفافية من حيث ارتفاع طبعا الفساد نتحدث على أن نيجيريا وفق مؤشر طبعا منظمة الشفافية الدولية العام 2021 كانت تستحوز على المرتبة 154 من بين 180 دولة ليست فقط هذه هي التحديات على طاولة الرئيس الجديد لكن لدينا أيضا مشكلة نقص السيولة نيجيريا تعاني حاليا من مشكلة نقص السيولة بعدما أجرى المركزي النيجيري مجموعة من القرارات والإصلاحات خلال الفترة الماضية على رأسها أنها استبدل الأوراق القديمة للعملة بأوراق أخرى جديدة خلال الفترة الراهنة وأيضا بجانب استبدال الأوراق القديمة مقابل أوراق أحد جديدة نلحظ طبعا هذا التراجع لسعر النيجيرية أمام الدولار نتحدث على كنا عند مستوى 200 نايرا للدولار الواحد في العام 2015 وحاليا في السوق الموازية نتحدث على 750 تقريبا لدينا أيضا خلال الفترة الراهنة نتحدث على ملف النفط طبعا نيجيريا هي أكبر منتج للنفط في القارة الإفريقية وإن كانت في الربع الثالث من العام الماضي تخلت عن هذه المكانة لصالح أنجولة لكنها استعادتها مرة أخرى وسريعا نتحدث طبعا على أن الإنتاج تراجع كما معروض حاليا من 1.3 في 2021 إلى 1.1 في 2022 لكن طبعا هناك استهداف لرفع هذا الإنتاج خلال العام الحالي نتحدث على 1.6 تقريبا الإنتاج المستهدف في 2023 وطبعا هذا أقل من حصتها في أوبيك البالغة 1.8 مليار برميل في اليوم لكنها تلتزم بقرارات أوبيك الأخيرة كغيرها من الدول الأعضاء النمو تحدثنا على أن الإقصاد انكمش في منتصف 2020 لكنه نمى في 2022 بـ 3% لكن هذا النمو في مقابل عدد السكان لا يعني شيء بحسب طبعا الخبراء النمو المتوقع من صندوق النقد الدولي في العام الحالي هو 3.2% يعني تحرك طفيف بين العامي 2022 و2023 بين كل ما ذكرناه هناك نقطة مضيئة لأن هذا البلد استطاع خلال الفترة الأخيرة أنه يرتقي بصناعة السينما نتحدث أنه بيستحوز على المكانة الثانية عالميا بعد الهند بإنتاج أكثر من ألفين فيلم سنويا ترجمة نانسي قنقر